إخواني وأخواتي في اليمن وفي كل مكان واحدية المصير اليمني راسخة رسوخ هذا الشعب وشامخة شموخ جباله العالية واحدية المصير اليمني هي خيارنا الوطني خيار التمسك بالدولة اليمنية دولة الجمهورية اليمنية منجز اليمنيين الأكبر في تاريخهم الحديث تشردما اليمن وتجزئته إلى دولات تناحرة هو مشروع أعداء اليمن لا مصلح ليمني في تقطيع أوصال بلاده الانفصال يعيد اليمن بمهانة تاريخية لن تغفرها لنا الأجيال القادمة إن نحن صمتنا عنها وقبلنا لها اليوم في هذا اليوم العزيز في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم الأغر نتذكر أجيالا من الحركة الوطنية اليمنية الذين ناضلوا من أجل لمشا من اليمنيين وتوحيد اليمن نتذكرهم لنستمد منهم القوة والعزيمة لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين يهددون حاضرنا ومستقبلنا أعداء شعبنا يعملون اليوم لتمزيق يمننا العظيم لتسهل لهم يشتي مسزق اليمن من أجل أنه تسهل لهم الهيمن عليه والعبث بثرواته وجزره وسواحده ومقدراته ومكتسباته الوطنية علينا أن نعتصم بحبل ثوابتنا الوطنية بعد اعتصالنا بالله علينا أن نعتصم بحبل ثوابتنا الوطنية وعلى رأسها الوحدة اليمنية التي كانت تتويجا للثورتين العظيمتين سبتمبر وإكتوبر التمسك بهذه الثوابت الوطنية هو أكبر حامل لنا من السقوط في الارتهال الأجنبي والإذعان لأهدافه المشبوهة التي كما قلت تهدد اليمن ووحدته وجمهوريته وشعبه وسيادته بالضيعة لقد سقطت كل الأقنع الزائفة وأظهر الأعداء حقيقة ما كنا نحذر منه في سنوات الحرب الغاشمة ضد بلدنا وشعبنا ومقدراته وبليته التحية ومدنه وكل ما فيه وها هم اليوم يرسم خطوط حصاصهم على دمائنا وفوق أنقاض بلدنا ومدننا المدمرة يتقاسمون النفوذ ويتبادلون الأدوار بينما هم عدو واحد بوجهين مثل مكانة الإمامة المتوكلية والاستعمار البيطاني